في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ ينطلق منتدى عالمي يجذب الألاف من الشباب من جميع أنحاء العالم يحمل منتدى شباب العالم الذي ينطلق الإسنين القادم بين طياته رسالة سلام ومحبة ورسالة بأن الشباب هو الأمل في غد مشرق المزيد مع فاطيمة خليل أهلا بكم رسالة سلام وازدهار ووئام تقدمها مصر للعالم من جديد في محفل دولي ثري وشاب تصدفه أرض الكننة بمدينة شرم الشيخ إنه منتدى شباب العالم منصة فاعلة أسسها مجموعة من الشباب الواعد للتعبير عن أرائهم في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصية المؤثرة البداية جاءت في الخامس والعشرين من أبريل 2017 عندما عرضت مجموعة من الشباب خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعالية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم وعلى الفور استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي للمقترح وأعلن دعوته لجميع الشباب من مختلف دول العالم ليعبروا عن أرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطنهم وللعالم أجمع ليعقد منتدى شباب العالم لأول مرة في شهر نوفمبر من العام ذاته وبنسخه الثلاث يصبح تقليدا سنويا ورغم توقفه منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا ينطلق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعليات الجديدة وذلك في الفترة من العاشر إلى الثالث عشر من يناير الجاري بمشاركة شباب وفتيات من 196 دولة من مختلف القارات مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وحرصا منها على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة أعلنت إدارة المنتدى عن شمول قائمة الرعاى الرسميين لنغبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة وتكفلهم بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعليات المنتدى بالكامل كما أعلنت الإدارة عن تبرعها بخمسين مليون جنيه من فأض ميزانيتها هذا العام لدعم وتموين مختلف المبادرات التنموية هذا ويتناول المنتدى في نسخة الرابعة ثلاثة محاول رئيسة هي السلام والتنمية والإبداع ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة من خلال الجلسات وورش العمل وحسب خطة عمل المنتدى تتضمن الفعليات منطقة ريادة الأعمال وتركز هذا العام بشكل خاص على دور الشركات النشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تدعية جائحة كورونا ومن أبرز الفعليات كذلك ساحة الابتكار والإبداع والتي تقدم عددا من التطبيقات والحلول للموضوعات التي يتم مناقشتها خلال المنتدى ولكن هذا العام من شكل افتراضي رقمي أما مصرح شباب العالم فإنه ينطلق هذا العام بشعار الفنون والثقافة جزء من التنمية وحقوق الإنسان ويتضمن مشاركة فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة هذا وتم إطلاق نسخة جديدة ومتورة من التطبيق الخاص بالمنتدى بعنوان World Youth Forum على أبل ستور وجوجل بلاي ليكون بمثابة حلقة وصل بين جميع المشاركين والمهتمين بالمنتدى من كل ألحاء العالم إذن هي فرصة واعدة تقدمها مصر لكل من لديه الحلم والإرادة والتصميم على أحداث تغيير حقيقي بالعالم الآن وفي المستقبل